تعمل ايه لو انت خارج من بيتك الصبح بتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب رزقني يا رب وخرجت وخط العربية بتاعتك وراح طريق الشغل بتاعك وفجأة فتحت الشباك عشان تدخل شوية هوا لقيت دخل مع الهوا ده دولارات عشرة ومية وعشرينات وألف يعني لقيت العربية كلها تمالت كده دولارات قلت الدولارات حواليك كلها والناس اللي على الفريوي كلهم ويقفوا ونزلوا يلموا الدولارات هتنفل تلم معاهم ولا هتعمل ايه الكلام ده حصل الاسبوع اللي فات كان فيه عربية مصفحة بتنقل الفلوس من مكان لمكان هنا على هايوي بتاع كاليفورنيا اللي هو في طريق فاندييجو فالعربية دي راح تفاجأ الباب بتاعها تفتح وكيس الفلوس او الشغال بتاع الفلوس راح تفجر وطلع منه فلوس تنط ورد في كل حتة في الفريوي طبعا العربيات لقيت بقى الفلوس بتطير عليها كده الناس كلهم راحوا موقفين عربية ونزلوا قعدوا يلموا الفلوس يلموا الفلوس يلموا الفلوس فالمفروض دلوقتي السلطات بقى راح يتبعتها للناس دي انظار قايت لهم لازم كل الفلوس اللي انتو لميتوها ترجع في اسرع وقت واللي مش هيرجع الفلوس هيتقبض عليه وحيتعمل له قضية انه عمل حاجة مخالفة للقانون الناس كتير حين رجعت الفلوس بس معظم اللي رجع اللي هي الدولارات من دولار لكن فيه فلوس تانية فقات تانية بقى عشرة ومية وخمسين ومش عارف ايه كلام ده رس في ايه دغير دلوقتي مرجعش فالمفروض ان بقى فيه ناس حط معنا يصوروا الكلام ده بقى بالسوشيال ميديا وتحط الكلام ده على فيسبوك وعنا انستجرام ولحاجات دي كلها اكيد غرقت الدنيا واكيد شفتوها فدلوقتي بقى الجوليس عمال يتتبع بقى الصور دي ويشوف اشكال الناس ويقول للناس يقول الشعب يعني لو تعرفتوا على الاشخاص دي قولنا عليهم عشان نروح ناخد منهم الفلوس بتاعتهم هنا بقى فيه كذا قضية فيه ناس بتقول والله يا جماعة احنا ما عملناش حاجة غلط انا واحد قاعد في مكاني ولقيت الفلوس جاية يعني رزق جاية للغاية عندي انت بتاعك بتعاقبني انا ليه بصراحة انا شخصيا شايفة ان المفروض اللي يدفع التعويضات دي هي شركة النقل يعني ايه عربية مصفحة الباب بتاعها يتفتح وشوال يتقطع ويتطلع منه يعني ايه الكلام ده احنا فهمين يعني ان الفلوس دي يا جماعة بتتنقل بقى بتحط الفلوس جوه كياس والكياس جوه علب والعلب جوه خزنة والخزنة جوه خزنة اكبر لكل خزنة مقفولة بمليون اف وبعدين العربية في الاخر المصفحة لكن الموضوع ان هو العربية تتفتح ويتطلع والشوال يتقطع ويتطلع منه فلوس دي يعني دي اكيد غلطة شركة الشحنة او السواء يعني اي حد تانية غير البني قدمين اللي في الشارع هم عملوا ايه غلط عشان تقبض عليهم وتوجه ضدهم تهمة يعني وبعدين انت هتعرف مين المبلغ اللي هم خدوه مايمكن واحد مثلا خد عشر تلاف وقال لك الله يا جماعة انا ما جماعتش غير الاسين هم دول اللي حرجعهم هتقولوا لأ بقى ويجيبوا بقى الكهربو فودانو ولا تجيب كلبي يعودوا ويشامشوا جوه البيت عشان طلع الدولارات شيء غريب جدا يعني انا مش عارفة افهم يعني ليه انت عايز تجري ورا الناس ما تجري ورا المخطئ المخطئ هي الشركة مش الناس اللي ما نهمش علاقة بحاجة على فكرة انا كنت ساعتها يعني في المستشفى ما كنتش في الشارع ولا حاجة ولا اخدت اي حاجة بس انا بس يعني ايه متعطفة مع الناس اللي ما عملوش حاجة غلط ودلوقت ايه البوليس بيجري وراهم انت بقى لو مكانهم هتعمل ايه قولولي عشان احب بس معرأي